اشتركوا في القناة سيكون لنا نوقف مع هذا الموضوع لكن بعد نتابع هذا التقوير حساسية القمح او ما تعرف طبيا بمرض سيلياك اذ يشتكي كثير من البشر من مشاكل الجهاز الهضمي المتضمن انتفاخا في القولون والذي يتشابه بطبيعة بعض الاعراض مع امراض اخرى لما يشكل عائقا لدى البعض لاكتشافه مبكرا بالاضافة لصعوبة تشخيصه حتى من قبل بعض الاطباء كون اعراضه تتشابه مع اعراض بعض الامراض الاخرى طبقا للجمعية الدولية لسيلياك وعند الحديث اكثر عن المرض فان هناك اكثر من مئتين علامة لحساسية القمح او ما يعرف طبيا بسيلياك مثل الالام وتشنجات المعدة والمغص والاسهال والامساك المزمن والتقيؤ وخفقان القلب وغيرها الكثير وتشير الابحاث لعدم وجود سبب محدد لهذا المرض والحل الوحيد لتجنب الالام المبرحة هو الابتعاد عن منتجات القمح وكل غذاء مصنع قد يشرك به الكلوتين شكرا لي زبيل محمد العرجاني على هذا التقرير معي في الستيدي الدكتور بدر الجرالة استشاري الجهاز الهضمي وامراض الكبد اللي يمكن نغوص اكثر في هذا الموضوع ونستكشف اكثر حول تفاصيل حياك الله معنا دكتور بدر شكرا لكم بالدعوة وحضورك معنا فيها جدا سعيدكم معكم الله حيث السلياك في مفاهيم كثيرة عن هذا المرض عند الناس وبداية يمكن أول المفاهيم اللي موجودة أو الخاطئة أو اللي تلتبس على الناس هل هو حساسية قمح؟ هل هو حساسية مختلفة؟ هل هو متفاعل مع حساسية أخرى؟ وش الاختلاف؟ شكرا على السؤال الحقيقة هذا موضوع جدا مهم ويكثر السؤال عنه لأنه دائما يتقاطع أمراض شائعة في المجتمع يعني ممكن حساسية القمح ممكن المريض يحضر أو لا يشكي من أي شيء يكتشف الصدفة في حد زيارات العيادة إذا كان أحد من اللي راجعوا لهذا المريض عمل بعض الفحوصات وتأكد أنه يوجد عنده حساسية قمحة أو ما يوجد عنده وهو لا يدري نفس الشخص اللي يعاني من نفس المرض وممكن أنه جلس يعاني فترات طويلة لكنه ما فيه أحد يعني وضع يده على مكان المشكلة التماما اللي هي تكون في نهاية المطاف تكون هي السيليك عندنا نتكلم في مرض حساسية القمح عن مرض متعدد الأشكال من لا شيء من لا عرض إلى أعراض كثيرة قد تتقاطع وقد تجتمع في بعض المرضى وقد تكون عرض واحد في بعض الآخرين المهم في الموضوع هو أن نفس الإنسان اللي يعاني من هذا الشيء أو الطبيب المعالج مثل المرضى اللي يعانون من بعض العراض أنه يضعونها في قائمتهم من الأمراض التي يجب أنهم يبحثون عنها في علاج أو تشخيص بعض الأعراض اللي يعانون منها هل في تأثير القمح للجهاز الهربي؟ لا شك أن القمح هو مكون أساسي من مكونات الغذاء وغذاءنا في كل تفاصيله فيها جانب إيجابي إذا أخذ بطريقة معينة وجانب سلبي إذا أخذ بطريقة أخرى القمح بحد ذاته وكمكون من مكونات النشويات اللي هي الكربوهايدرات الموجودة في غذاءنا لا تنسى أننا في الشرق الأوسط يكون الكربوهايدرات مكون أساسي في غذاءنا يعني نتكلم عن نسبة 60-70% من غذاءنا يتمحور حول هذا النقطة أو تلك فكون يؤثر علينا سلبا لا شك أنه يوجد تأثيرات سلبية التأثيرات السلبية قد تكون عراض خفيفة جدا من الجهاز الهضمي وقد تكون أشد من ذلك وحسب وين المنتج نفس المنتج جودته وعدم واختلاطه بأشياء أخرى ما لديهم أمراض في الكبد هل أمراض الكبد هي المحفز لحساسية القمع أم أن حساسية القمع هي من يؤثر على لا هو الحقيقة حساسية القمع هو مرض منهائي حساسية القمع كتشخيص معين يشخص في العيادات بناء على تشخيص معين بناء على عينات تأخذ من الجهاز الهضمي على عينات من الدم لفحص السلوك لبعض البروتينات الخاصة بمرض الحساسية القمع وإذا أوضحت إيجابية فكأنك تشخص المرض عن طريق هذه المؤشرات هذا هو التشخيص هؤلاء الناس اللي يعانون من حساسية من القمع في بعضهم يعانون من أمراض في الكبد يعني عملنا مرة دراسة يمكننا من أكبر دراسة في المملكة على مرضى حساسية القمع تقريبا أكثر من ستمية مريض جمعنا معلوماتهم وجدنا أن تقريبا عشرة في المئة منهم يوجد عندهم ارتفاع في إنزيمات الكبد وقد لا يكون واضح من البداية يعني قد يحضرون بسبب ارتفاع إنزيمات الكبد ولا يعرفون عن حساسية القمع فهذه جزء من الأشياء اللي ممكن أنها تكون مثلها المرضى هذولا فهي عبارة عن مرض مناعي قد يؤثر على الكبد كجزء من بقية العضاء في الجسم بالتقرير قبل شوي كان الزملاء صلطوا يمكننا الضوء على 200 عرض تقريبا لي السلياك وش الميتين هذي رقم كبير صراحة نعم هو يظهر كأنه كبير لكن لا تنسى أن تتكلم عن مرض اللي حنا نسميه يعني مرض شامل مش معنى مرض شامل يعني ممكن المريض بدون أي أعراض وما زال عنده المرض وممكن المريض عنده عشرات من الأعراض فأنت تتكلم عن يعني زي ما تقول فئة كبيرة من الأعراض سواء في الجهاز الهضمي أو خارج الجهاز الهضمي يعني ليس فقط حساسية القمح متصلة فقط في الجهاز الهضمي أساسة القمح ممكن يأثر على العظام ممكن يأثر على المفاصل ممكن يؤثر على الكبد ممكن يؤثر على الدم ويكون حضور المريض بسبب نقص الهيموغلوبين ممكن يأثر على النمو ممكن يأثر على الوزن ممكن يأثر على شهية الإنسان للأكل أعراض كثيرة جدا لذلك وحتى يعني مرض حساسية القمح حضور المريض نفسه يعني تأثر بالمرض ليس مسألة فقط صفحة بيضاء وسوداء هو مريض فقط لا المسألة فيها تعدد من أشكال المرض بعضهم يكون عنده حساسية القمح لكن تكون خفيفة ما يكتشف من بدل يكتشفه متأخر يكون عراضه عادية وبعضهم لا جدا حساس جدا للقمح لذلك لازم يكون حميته شديدة دقيق ولذلك لو أخذ أي شيء في قمح يكون أثر فعال وواضح سريع هل في سمات معينة للأشخاص يعني نتكلم عن سمات صحية أو أعراض طبية يعني هل في فئة دم معينة مثلا تكون معرضة أكثر للمسلياك أو عمر معين يكون معرضة أكثر من أكثر الرجال من النساء طبيعة الغذاء من الصغر حتى الكبر هل لها دور أيضا؟ نعم لعامل الجيني أو الوراثي؟ وربما هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها هذه يمكن أنها يتمثل عامل أساسي يعني قديما في الدراسات لما كانت تعمل لأمراض حساسية القمح كان دائما الكلام كله يتكلم عن أنه مرض يؤثر على ساكني أو قاطني أوروبا وذات أوروبا الشمالية لأن معرفة مرض حساسية القمح كانت صعبة وقت قديما مع تطور الفحوصات المتوفرة في عيادات الطباء صار الوصول إلى التشخيص أسهل فوجدوا مع الوقت أنه نسبة الإصابة تقريبا متماثلة سواء تتكلم في أي منطقة من العالم يعني الآن في الشرق الأوسط يمكن تكون النسبة 1% من المجمع تقام مصاب عنده في حساسية القمح وقد تكون النسبة أعلى بس لسه البحث ما زال جاري عن هذا الناس اللي يكون عراضهم أقل أو أخف خليني أتكلم عن مرض العصر إذا جاز لنا تسميته القلون يعني وعراض القلون ومشاكل القانون يمكن خصوصا للأشخاص اللي في المدن ولي أكثر عندهم هذا المرض إذا وافقتي كثير من الشباب يشتكون من ألام النعدة من ألام القلون في القالب هل فيه ارتباط بين النظام الغذائي اللي يحتوي القمح والأرز مع القلون هل فيه أي تأثيرات ممكن تصين من خلال القمح والأرز على القلون أحسن أتشكر بابده عزيزة سؤال حقيقة سؤال جدا مهم يعني أنت لو تشوف الناس ليرجعون إلى الجهاز الهضمي تقريباً أكثر من النص كلهم يشكون من ألام في القلون من شكل أو أشكال ألام القلون هل كل هؤلاء يشكون هل لهم علاقة عضوية يعني هل عندهم شيء عضوي أو أن المسألة وظيفية أكبر أغلبها وظيف لكن فيه جزء منهم يكون عضوي وهذه مهمة أنه يكون الطبيب مع المتابعة أو أن المريض يتابع مع الطبيب لكي يصل إلى نتيجة إيجابية أنه بالضبط يحدد سبب هذه الآلام عكاة القولون آلام القولون شائعة صحيح أغلبها يكون وظيفي جزء منها يكون عضوي والعضوي يتعدد من التهابات القولون إلى أمراض منعية أخرى متعددة كثيرة مناسبة حديثنا بحساسية القمح وأمراض القولون أنه في كثير من الناس لما يجون يشكون من الآلام المعتادة للقولون دائما يعني أنهم يصنفون أنه عندهم مثلا قولون عصبي ويستمرون في هذا الطريق قولون عصبي لكن بدون في نهاية المطاف لما يكتشفون أنه حساسية القمح طبعا هذه نسبة أقل لكنها مهم البحث عنها يعني القمح مو بسبب رئيسي مشاكل القانون مو بشيء إلا استخدم بطريقة مناسبة بنفس النسبة المعتدلة أي وش النسبة المعتدلة النسبة المعتدلة أن يكون الغذاء الإنسان متوازن دائما يعني في كل العناصر يعني لاتك تاكل قمح كل يوم فرشو أكيد يعني وتقول أنه عندي مشاكل بالقانون أكيد لا شك لا شك كل ما يكون الإنسان متوازن كل ما يكون أفضل كل ما يكون العناصر متعددة سواء نشويات دهون بروتين فيتامينز كل ما يكون أفضل لا شك زيادة والإفراط في أي صنف يحصل اختلال واعتلال هل صحي أن حبوب البثور التي تكون في الذراع تحديدا هي مؤشر لحساسية القمح وش مدى صحيح لا هي صحيح طبعا هي تقريبا عشرة في المية من اللي عندهم حساسية من القمح يصير عندهم زي الالتهابات الجلدية زي الطفحة خفيفة في الجلد ومرض معروف التهاب معروف جلدي يعرفها طباء الجلدية ومجرد ما يشوفون الشكل هذا يعرفون أن هذا تقريبا يربط بالسيليك السلياك يعني سائد عندنا أنه مرض ليس له علاج هل هذا صحيح وإذا كان بالفعل ما له علاج وش الطرق اللي تتعاملون فيها مع المريض اليوم بحساسية القمح حسنت وهو الحقيقة حساسية القمح يعني أنت هو فعلا مرض لكن علاجه هو تجنب السبب يعني مجرد ما يكون بقاية باس حمية ما تتوقع أنك تاكل وتروح تطلب علاج له هذا حتى الآن لا يوجد ما فيه حتى الآن لكن الدراسات أو الأبحاث يعني من أكثر من ثلاثين سنة وهي تحاول تجد حل إيجابي بحيث أن الإنسان مثلا يأكل حبة تعوض النقص الموجود عنده في الجسم لكي يقدر احتعامل مع الغلوتين بشكل إيجابي لكن إلى الآن لا يوجد شيء ممكن يعطى للناس مثلا في عياداتهم حاليا إلى الآن إذا ما له علاج العلاج هو الوقاية الوقاية خير من العلاج قلت لكمية أنه إذا شخص يعني يزن الكمية اللي يتناولها من القمح أسبوعيا تجنبا لحصول حساسية أحسن القمح وحتى العراط الأخرى اللي تكون مصاحبة السؤال وش الكمية الأنسب يعني هل هي مرتبطة بالوزن والجسم العمر كيف أقيس الكمية ما هي هذه ما ينت تتكلم عن أشياء من الصعوبة تعطي أرقام معينة كمية هذا وكمية هذا الإنسان نفسه في مراحل من العمر مرحلة نمو يختلف عن مرحلة ما بعد الولادة للنساء مثلا مرحلة الشباب مرحلة الكهولة فكل مرحلة لها طريقة من الغذاء بحيث أنها تتماشى مع حاجات الإنسان في مثال المرحلة الإنسان اللي يمارس رياضة حاجاته تختلف عن واحد لا يمارس رياضة المرأة المرضع تختلف عن وحدها غير مرضع المرأة اللي أو أن أي إنسان تعدى سن معينة حاجاته تختلف عن حاجاته آخرين لكن عشان نجاوب هذا السؤال هو التوازن هذه الكلمة هذه المهمة في الموضوع ليس المسألة رقم معين نطرحه نقول هذا الرقم هو المناسب كل حالة لها اعتبارات نعم وإذا نعرف أن انتسام الناس بأرقام معينة كأننا نعطي وصفة من الصعوب بمكان الإنسان بطبيعة وغلاءه اليوم يختلف عنها القلون وتحديد لما يكون القمح مثير له يتداول الناس أنه قشور البرتقال اللومي غيره من الاستطباب الشعبي إذا جازنا ترسميته نعم هو معالج للقلون وبريح للبعدة ويكافح عملية الحساسية أو يعزلها قليلا هذا الكلام دقيق طبعا هو الحقيق ما يسمى هذا علاج شعبي هذا علاج عادي غذائي هو جزء من الغذاء اللي يأكله كل الناس هل الغذاء أحيانا يكون سبب في العلاج حكيد أنه يكون سبب في العلاج هي المشكلة في مثل ما يتداول أنه عدم التقنين يعني ما يعني هو صح أن بعض الناس يستجيب بس هل كل الناس يستجيبون طيب منهم اللي يستجيبون اللي يصلح لك مو شرط بضرورة هل لا أستطيعني أصفه للناس لا أستطيع لأني ما عندي شي مقنن البدائل في ناس يمكن حالتهم الصحية باختصال هاي ناس حالتهم الصحية يمكن تستدعي ويتناول القمح لغراض معين تختلف لغراض أي أن كانت في بديل للقمح يعني ممكن يسبب لي الحساسية إذا استخدمتها والله طبعا النفس البدائل اللي تعطى للناس المصابين مرضى حساسية القمح عندهم بدائل ثانية يما يعرفونها واللي عندهم حساسية القمح عندهم لستة طويلة من الأغضية اللي تكون بديل لكل شيء يعني شيء بديل عنه فلستة طول جدا وهي فيها تفاصيل يعني كمنشأ منشأ الغلاء نفسه لكن البدائل موجودة شكرا جزيلا لك الدكتور بدر الجار الله استشاري الجهاز الهضمي وامراض الكبد لكل هذه المعلومات القيمة نتمنى الرسالة وصلت إن شاء الله لنناس الوقاية دائما الأطباء وغير الأطباء يرفعون شعار الوقاية خير من العلاج ونحن اليوم نرفع هذا الشعار أيضا لمن يعانون اليوم من حساسية السلياك أو من القمح ومنتجاته يعني اليوم الترشيد بالاستهلاك باستهلاك القمح أو التعامل معه بالتزان بإذن الله سيقي زي ما ذكر الدكتور بدر من أي أعراض يمكن أن تنال من الشخص باصر بن عود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر